قرار الجريء لبدء عمليات عاصفة الحزم جعل إيران بين مطرقة العاصفة وسندان الحزم كما أنه يصب في صالح العروبة ودعم الشرعية اليمنية وتوقيف العبثية الحوثية عند حدها ووقف التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية التدخل العسكري الخليجي في اليمن يمثل انطلاقة لعودة التلاحم العربي الذي ظل مشتة لفترات طويلة ومن منطلق الشعور الجاد بالمخاطر التي تحيط بالدول العربية من خلال التدخلات الإيرانية وتمددها في المنطقة عاصفة الحزم رسالة قوية ترسلها قيادات دول مجلس التعاون الخليجي لكون هذه القيادات ومعها شعوبها لن تقف مكتوفة الأيدي في ظل الإرهاب الحوثي الذي لم يبقي ولم يذر ومن حق منظومة دول الخليج العربي التدخل العسكري لحماية الشعب اليمني والنظام الشرعي المعتدى عليه من قبل ميليشيات الحوثي للحفاظ على سلامة الشعب ووحدة المصير الميليشيات الحوثية استنفدت جميع المبادرات التي أعطيت لها من قبل دول المجلس وضيعت جميع الفرص التي كانت أكثر من كافية في ظل الاستفزاز اليومي الذي تقوم به هذه الميليشيات المدعومة من قبل النظام الإيراني فلم يعد خافيا على أحد بأن إيران باتت سببا لجميع المشاكل والقلاقل التي تحصل في العراق وسوريا واليمن في الوقت الراهن كما أن القوى الإيرانية التي أرادت أن تعبث بأمن اليمن واستقراره قد أتاها الجواب بشن هذه العملية من قبل القيادات الخليجية ولن تتردد دول الخليج في رد أي عدوان يهدد الأمن والسلم في أي دولة شقيقة عبد العزيز السنيد الإخبارية الرياض